وكمان الشباب ما بيش بتتعرف الفرق بين المكملات الغذائية والمنشطات الرياضية المكملات الغذائية أنا حاجة رياضي فبعمل مرهود كبير على شكل محترف فأنا بحاول أن أنا أحط مكملات غذائية تكمل أكلي في حاجات في حدود فيه ناس بتاخد فيتامينز فيه ناس بتاخد بروتين شيك فيه ناس بتاخد مكملات سابليمز ولازم الحذر أن أنا لازم أكون يعني عارف المصدر بتاع المكملات الغذائية دي عشان ما تكونش فيها مخلطة لأن فيه مثلا حالات جدا بتحصل في البعض الرياضيين اللي هو مش واخد غير حاجات مكملات بسيطة ملهاش ضرر لو جاء قال لي أنا أقول له مش مضرر بس هو بياخدها بشكل مش من مصدر معروف فيحض الضر اللي هي بيحطوا عليها شوية منشطاتها عشان تعمل تأثير معين في اللي هو يعمل مصل جين أو يعمل شكل عضلي كبير فيه يحصل اللي هو يوقع في مشاكل في مشاكل صحية تانية وفيه لازم يبقى عارفين اللي ده مكمل غذائي وده منشطات المنشطات دي أدوية بتهدف لزياد قطلة العضلية بشكل مفاجئ تمام وبشكل كبير سواء في التنشيف اللي احنا قلنا عليه أو في الضخمة العضلية ده حاجة وده حاجة تنشيف دوت اللي هو بيبدأ ياخد معدل الميا في الجسم لمعدلات خطر طب بالنسبة للمحترفين هذه الألعاب لكمال أجسام وكده هل بيكون فيه إشراف طبي على إعطاء مثل هذه المكملات أو حتى لو كان فيه منشطات للأسف بتبقى نصايح من اللعيب للعيب نصايح نصايح يعني أنا جربت ده وتعالى أخده زيه تمام؟ فشوفت أنا بقيت عامل إزاي فتعالى زيه فتيت بص تلاقي من مؤشراتها تعرف منين اللي احنا بتعرف ظهور العروق بشكل كبير الحبوب اللي على الظهر سقوط الشعر النسبة كبيرة جدا العنف المل العنف العصبية الزيه ده تمام؟ كل ديك مؤثرات بتحصل تمام؟ مؤثرات بتحصل للناس اللي بتاخد منشطات ما بيحوش حياة هدية هدية أو بيفكر هو دايما فيه حاجات أوفر بتحصل نتيجة تناول منشطات أضرار زي ما انت مش متخيلها ممكن أن أعامل كتب في أضرار المنشطات في حلقة ولا اتنين تقعد تذكر عشان أقول كل المشاكل الرهيبة الصحية اللي بتحصل نتيجة المنشطات عشان كده الوادة اللي هي المنظمة المنشطات عاملة شروط قصية جدا على تناول منشطات لأن الأضرارها الكبيرة بالرياضيين أو غير يعني المشاكل اللي بتحصل لازم تبقى لها عقوبات ردعة